رضيلة الشيخ وفقكم الله ما الجمع بين قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وبين الاستثناء في آية الزمر إلا ما شاء الله كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه الله كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك والجلال والإكرار والله باق سبحانه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية وأما السؤال إيه وبين قوله سبحانه في آية الزمر إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله قيل إن المراد بهم الحور العين فقيل المراد بهم الملائكة الله أعلم نعم شاء الله بقاءهم شاء الله بقاءهم بقوا نعم